كلما لاحت في الأفق مؤشرات على إمكانية إحياء المسار السياسي والبدء بخطوات عملية نحو حل للصراع في اليمن أشعل الحوثيون مجدداً نار الحرب الغامل في طريق الحل السلمي تزرعها ميليشيا الحوثي عبر إشعالها جبهات الحرب في مأرب بعد أيام قليلة من إعلانات لمواقف دولية وصفها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث بأنها لحظة تبلور لزخم دبلوماسي جديد لإنهاء الحرب في اليمن واستئناف العملية السياسية جريفث أعرب عن قلقه من تواصل الأعمال العدائية التي يمارسها الحوثيون في مأرب وأكد على أن التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض هو الحل الوحيد لإنهاء النزاع في اليمن موقف رد الحوثيون عليه بلسان متحدثهم الرسمي باتهام المبعوث الأممي بأنه يمثل بريطانيا التي ينتمي إليها وإن ادعى أنه مبعوث أممي مؤكدين مواصلتهم المعارك في محافظة مأرب التي أسفرت حتى اليوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين وليس بعيدا عن سياق التصعيد الحوثي المدعوم إيرانيا أصدرت محكمة خاضعة للميليشيا في صنعاء حكما غيابيا بإعدام أحد عشر نائبا برلمانيا بسبب مشاركته في جلسة لمجلس النواب المؤيد للشرعية عام 2019 في المقابل تؤكد الحكومة الشرعية في اليمن أن الحوثيين فهموا دعوات المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار بشكل خاطئ وأن مواصلتهم التصعيد في مأرب بالتزامن مع التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في البلاد يكشف عن عدم إيمان الحوثيين بالسلام وأنهم يلفذون فقط أجندات داعميهم في طهران